هنمشي وطود سويت المانجون بيان المانجون بيان المانجون بيان بايسيكم مرادية قولو مليح أما أردو بالك ما فيك موديغاشيون لأنو الخبز وإحنا علاقتنا رهيبة جدا أنا من الناس اللي فان بالخبز نحبو الخبز الخبز بجميع أنواع نعشبو نحبو أما في حاجات اللي تتعمل لي تنجم الضر اليوم بشتحكين عليهم حنان مبروك عسلامة مرحبا صباح النور صباح الحمد والله الخبز وما أدرك أوي لاش بي الخبز وما أدرك وقصة التونسي مع الخبز نعرفها بايليوم بش نترقوا الموضوع اليوم بش نترقوا الموضوع الخبز كيف ما نعرفه التونسي مدمن على الخبز اللي هو بختيك موضيخ في عاداتنا برشا المقرونة السلاتة المرقة حتى السوك حتى الكسكسية يأكلوه بالخبز نعرف ناس بالحق تأكل الكسكسية وتعدي بالخبز ومش تعدي هي تاري شنوه كيف ستير الفازة أو اللي هو هي دودة يمناج موش نقودة موش برشا برشا معتول مقرونة أو لحاجة ما أقدم مصغيرة خبز مطلعا ذيكا غالط تايي بو قتلكو بر الخبز ناكلوه في فتور أصباح ناكلوه في العشاء وناكلوه حتى في القوتين عطيوها لصغارنا معنا نستسهلوها 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 صحيح صحيح نقود لك داخل برشا في عادية معنا أنت تعرفوا كأنو تعرفش تقول لحنين قاعد تقول في حاجات اللي في في دونس في نورمال معنا حاجة أي صحيح حاجة تريد ما معنا هاي وذي السلوك هاي شني؟ هاي سلوك غالط كيفاش؟ عني بش نقول لكم الهو بي صحيح في بالكم شئ لي باقيات عادية في هاي في هاي الكيفالون بتاع عشرين طابعة متاع سكر مواني عشرين طابعة سكر؟ عشرين طابعة متاع سكر عشرين طابعة متاع سكر إيايا يمان دعم تقال لك هاي سيف عليه لا 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 واذاك اللي يطلع على نسولي هاي عكا 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 يقول لك يتاع السكر تاي شوية قدمة خبز ومية تولي لك دودة راهو تولي كما قلت لك إدمان الخبز إدمان في تونس كي تاكل إنتي الباقيت إسيو خطو سخونة تطلع لك الانسولين والانسولين كي يطلع يولي ماتياري غراس الماتياري غراسة ديكة تتخزن في البدن من بعديك تولي لكم سمنة ونفخ 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 الخبز متعنا متع تونس بالمالح برشة بينما تقول ما تقول فيها ؟ ما تقول فيها ؟ ما تقول في مالح برشة المالح برشة تفوش متعب الخبز متعب في برشة مضافة وذلك يجب الانسولين المتعب الانسولين القانون التونسي يقول لا تجلسين على 4.5 في الباقيت. يعني احنا هندي باس لارجمون للاربع فاصل الخامسة. عليش عالخطر فماش رقابة. يعني كل ما خبزة شنو تحط فما ما خبز صحيح بون. تتقيد. اما الاكثرية ما يتقيدوش. اي. الخبز زادة. اي. الخبز في زادة. في مادة الجلوتين. شنية الجلوتين. هي اللي تعطي ليلة ستيشتين تال خبز. احنا في العادة نمشو الكوشة. الخبزة ما نبانو وصلو به للدار الباقيت. صحيح او لي? شنو اللي يعجبنا في الخبز? يعجبنا تقرميش متاعو. ويعجبنا اكله كتشبيده متاعو. ويهيك يبدينا استيك به. الجلوتين ايش تعمل لنا? تعمل لنا نفاخ في المصار. اذاك عليش احنا كيناكلو الخبزة. نقولوش بعت كرشي تنفخت. مش كرشي تنفخت معنا شبعت. ليه ليه دايك خطر مصار لك تنفخت ليه حاجة ماش باية. مباديك تعمل لما نفوز ديجستيون. محب نقول لكم انو ما فماش فرق بين الخبز البيض والخبز الكمبيت بغابورو كالوري. الزوز عمدهم لوميم نيفو دو كالوري. باي. جسد الدفيرانسية في الفيبر. معناه ماذا بيك تاكل بيان سور كيفي خيروك ماذا بيك تاكل لكمبيت اما زيدة اما هو كمبيت. فما كي تدخل تلقى برشة انواع بيه. قدت من الفرق يجي في الالياف. فيه برشة الالياف. الالياف هذيك هي اللي يتعدل السكر في الدم. هي اللي تخليك تهضم. معناها براحة. دخل الخبز الابيض يخليك متهضمش وتشبع ويخليك ديما ديما عندك شاية. اي هات. كي تاكل انت باي. هو طوى فما بالنسبة للخبز الى عنان. فمااش خبز احسن من خبز. فما. فما الخبز اللي فيه اكثر واحد ليغرين. كي تمشي انتي تشريه من المخبزة. ماذا بيك تشريه الاسمر وفيها ليغرين فيه الكتن فيه الحبوب اكزاكتو مو هذيك شكومش تلقى يعملو موجود. موجود. سينو يجي نقول لك تعمل خبزك في الدار. تعمل خبزك في الدار وتحط فيه برشة حبوب. واضح بي. نكملو. كاملو. كاملو. كنا نحضروا خبزنا في الدار. حات الكمبيلي موجود راهو. اه في الكوش ساعات تمشي انتي تلقى تلقى خبز غامق برشة. راهو نحب نقول لكم ليش عير متاعنا والقمح متاعنا ما مشي غامقي. دونك سي ديو كولوران. سالة ديك فيه كولوران. اك الخبز لاكحل ساعات كتمشي تلقى خبز اكحل كريمان. اذاك سي ديو كولوران. دونك اما يو خبز تشريه اللي فيه الحبوب برشة. سينو شنو فما الكسر الشعير. اذا كنت لنلقاها اللي معمولة في طبونا العربي بطبيعة. اه تلقاها هذيك بين معمورة. موجودة اي لا لا موجودة والله موجودة. تقاها في الكريمان غي تلقاها الحق. ايجا نقولك شنو يا نصيحتي انا نصيحتي نقسم الخبز بك هوا. مش ما ناكلوش. اما نقسم معناها ناكلوه. دونلو نيسي سيخ. نعودوه بحاجة اخرين. باي. المختصين. دقونا قوس لاختار عندهم مدى. ويأقدو علاقة الملحب. امراض العصر. اللي تمثل شرائح الكل والعمار الكل. اللي هي السمناء. السكر. امراض القلب. امراض الشرايين. وش يقولوا للمختصين. يقولوا انه الاحتياجات اليومية للانسان من الملح. هي اثنين لثلاثة جرامات. وانا اش قلتلكم في الخبزة. اللي احنا في تونس لانوغا ما تقول اللي اي فوقات دي باسي لكات بيرجول سنك. اللي هو سديجا معناه فيت النوغم. اي. واللي احنا نفوتوه في المخابز. انتي كتمشي المخابز العشوائية. شمعناه العشوائية. معناه تمشي لانك اللي يعملو الطابونا الملاوي وكل شي. كي تاخذ الخبز تحس فيه الملوحية. تحسو مالح. مش تحسو. تي مالح. عليه. خطر هي. خطر جينا شو بايقيسو في. لا حانيش يقولو. تي بربية الخبزة نزدنا اخوها ماستا. في لي سايب عليها. ورحتي خمم في روحي خمم في بدنه وكهوة. اباغ الاستهلك المفرط. فما حاجة اخرى. اللي هي لو قاس بياش. احنا هي سور نبذر وخبز. ساعة تشري الخبز وتحطو فكساك وراء الباب. المعروفة احنا عندنا ساكل الخبز. اي. ويقعد غاديك وانبعديك حاشيك ما يطيش في الببالة. ما نعملو بيه حت شي. شنو اذا كيتساما. يتساما تبذيء. تبذير كبير. ومليارات تطيش كل عام. مليارات تطيش كل عام. في الخبز. وفما. ممشي سوقة و الفحصة هنا ولا ممشي تطلقة. فما تشوف اجبالة بتاع خبزي بيعو فيه. اي. اي شريح. خير. التونسي يستهلك اكثر من اربعة وسبعين كيلو غرام في العام. في رمضان تزيد بخمسة وعشرين بالمية. حب نعطيكم انشيف خيفجعة شوية. في الفين وثمنتاش طيشنا تسعمائة الف باقيت في النهاء. ما يعادل اثنينة وسبعين الف كيلو من قمح صلب. هذي يراو جي من ميزانية الدولة. يخرج راو من كنت اللي مجيب المواطن وعادات سيئة جدا. طيب ونكملوا معك حنين اذا عندك حاجة حاب تضيفها. اي. في فرنسا بلاد الباقيت. قطاع المخابز تعهد باش ينقص دي بوخصون بالملح الموظف في الخبز على اربعة سنة. دي سي. دوية وانتك. هي مبادرة تخذوها لتحسين جودة الوفر اليمانتر للكونسوماتور. واضح. تقريبا هذي الشفر اللي نكملو بي. بش نفهموا انه راو اليوم. صحتك ترد بالك عليها. راو الخبز. لقد ما يبين لك ابنين وكذين. وقد ما في برشا مدار. في برشا مدار. دنك اللي يبدأ بروحو. هذا هو. نشكرك برشا حنين. برك الله فيك حنين. أكثر تفاصيل تلقاها موجودة على سيت اوفيسيال. مانجوا بيان. تلقاها على الشيان يوتيوب وباج فيسبوك اوفيسيال كافا فهم. هكذا وصلنا نهاية حصتنا لليوم. شكرا الحلوماتك صحة. شكرا السيد علي. إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لكم انتم اللي تسمعوا فينا. وكننا خفيف ذل عليكم لتلقاوا بداية الأسبوع القادم. إلى أن ألقاكم دومتم في أمان الله.